الفيلم ده وصائقي عن قصص حقيقية حصلت في واحد من المعسكرات اللي كانت في اواخر التمانينات وفترة التسعينات كلها ودي روايات حقيقية على لسان الشهود اللي حضروا المعسكر ده وبتبدأ القصة مع باريس هيلتون وهي بتقول انها دخلت واحد من معسكرات الاصلاح دي زمان لما كان عندها 17 سنة وكانت بتتعرض للضرب كل يوم والارزل الجسدي والنفسي وده خلاها تطلق حملة في سبتمبر سنة 2020 هدفها رعاية حقوق المراهقين والحفاظ عليهم وبنشوف بعد كده واحدة اسمها ندين وهي بتحكي عن اللي حصل معاها سنة 89 لما كانت في سن المراهقة وبتقول انها كانت نايمة في البيت لوحدها في اليوم ده وباباهم وميتها كانوا بره واتفاجئت باتنين رجالة بيصحوها وبيقولولها تلبس هدومها وتيجي معاهم وهي طبعا ان كانتش فهمة هم واخدينها ورايحين على فين ولا عارفة هم مين اصلا لكن الموضوع كان شبه عمليات الخطف وقالولها انها ملهاش حرية الاختيار وهتيجي معاهم غصب عنها وفعلا خلوها تركب العربية معاهم بالقوة واتفاجئت بجواب من باباها وممتها بيقولولها فيه انهم عملوا كده لمصلحتها وهم عايزين يحسنوا سلوكها او ساعتها عارفت ان باباها وممتها هم اللي بعوها للناس دي ودي كانت اكتر حاجة مزع عليها ومقصرة فيها او بتقول انها اول ما وصلت على مكان المعسكر او برنامج التأهيل زي ما بيسموه اتفاجئت بعدد كبير من المراهقين هناك كلهم بين 13 ل 17 سنة وفيه شخص بيقولهم انهم هيفضلوا هنا لمدة 63 يوم علشان اخلاقهم تتحسن ولو ما نجحوش انهم يعدوا البرنامج مش هيمشوا الا لما يكونوا صالحين وبنشوف تقارير على التلفزيون عن البرنامج التدريبي اللي اسسوا شخص اسمه ستيف كارتسانو والاراق مقسومة بين مؤيد ومعارض المؤيدين شايفين ان بسبب البرنامج ده ولادهم بقوا معاهم دلوقتي لانهم كانوا هيضيعوا منهم في سن المراهقة والمعارضين بيقولوا ان ستيف كان سبب فأزمات نفسية حصلت لولادهم لحد دلوقتي بعدها بنشوف صحفي اسمه كريس سميث وهو بيقول ان اللي كان بيحصل مع المراهقين في الوقت ده على قد ما هو كان اصلاح وساعد انه ينقذ ناس كتير منهم على قد ما هو كان ملوش تفسير غير انها كانت عمليات خطف لان الاطفال كانوا بيتفاجئوا بحد بياخدهم بالقوة سواء من البيت او من اي مكان هم فيه وبنروح بعد كده القائد المعسكر في الوقت ده واللي اسمه هورسير وبيقول انه كان قائد معسكر تشالينجر اللي اسسه ستيف كارتيسانو وبيقول ان كان هدفهم انهم يكسروا المراهقين علشان يسمعوا كلامهم ويساعدوهم يكونوا ناس احسن وبيقولوا انهم كانوا بيقدموا لهم الاكل لكن طبعا بكميات قليلة ومش كل الانواع اللي بيحبوها وكمان الاكل كان في مكان بعيد عن المعسكر وكانوا لازم يمشوا مسافة طويلة كل يوم علشان ياكلوا وده خلاهم يتعلموا ان مش كل اللي عايزينه يلاقوه ويعملوه لانهم كانوا متعاودين على الصهر والحفلات والشرب وفي الوقت ده بنرجع لنادين اللي بتقول ان باباها ومومتها كان معاهم حق شوية لانها قبل ما تدخل المعسكر ده كانت اتعرفت على شلة وكل حاجة في حياتها تغيرت وبقت بتصهر وبتشرب كل يوم وبقت مدمنة كحول في سن المراهقة وكمان كانت مرتبطة بواحد كان معروف عنه انه بيعمل مشاكل كثير وباباها ومومتها نصحوها كثير انها تبطل اللي بتعمله لكنها كانت متمردة ومش عايزة حد يقول لها تعمل ايه بس حياتها تغيرت لما دخلت المعسكر وبقت تشيل مسئولية وكانت بتمشي مسافات طويلة كل يوم في الصحراء وبين الجبال علشان بس تاكل بعدها بنشوف واحدة من البنات اللي كانوا في المعسكر في الوقت ده واسمها كاني وهي بتقول ان المعسكر ده كان هو السبب انها تفضل عيشة لحد دلوقتي وعلى قد ما كان فيه ايام صعبة الا انها تعلمت منه ازاي تقدر تعيش وتقاوم باقل امكانيات ممكنة ومهما كانت الظروف اللي هي فيها وبتحكي لنا انها حاولت الانتحار بعد ما بابها مات باسبوع وممتها هي اللي منعتها وحاولت انها تتكلم معاها لكن كاني كانت مراهقة ومش عايزة تسمع كلام حد وده خليها تتعرف على شلة وتشرب معاهم كل يوم وتهمل الدراسة بتاعتها وبدأت تسقط في الامتحانات علشان كده مامتها قدمت لها في المعسكر وبنفس الطريقة بنشوف واحدة اسمها كاري وهي بتحكي عن ابنها ماثيو اللي لولا المعسكر ده كان زمانه في مصحة او ميت او في السجن وبتقول لنا ان ابنها ما كانش بس مدمن كحول ومخدرات ده تعرف على مجموعة من تجار المخدرات وكان طول الوقت معاهم وكانوا بيعملوا مغامرات علشان يثبتوا البعض انهم مش بيخافوا واوقات كانوا بيروحوا عند جسر وبينطوا على سطح القطر هو ماشي علشان كل واحد يثبت للتاني انه قوي ومش بيخاف وماثيو نفسه بيقول انه كان بيمر بأيام صعبة في المعسكر ده لكنه كل يوم كان بيقول لنفسه مهما حصل اكيد مش هيموتوني هنا علشان كده كان بيستحمل وبيحاول انه يتعايش مع الموقف كل يوم بعدها بنروح لديبي مرات ستيف كارتسانه السابقة وهي بتقول ان ستيف كان عنده وجهة نظر في اللي بيعملو وكان شايف انه بيساهم في اصلاح المجتمع وحماية المراهقين دول علشان كده كان بيختار قادة المعسكر من نفس النوعية بتاعته يكونوا ناس مصدقين في اللي بيعملوه وشايفين انهم بيساعدوا المراهقين دول علشان ما يجيش عليهم وقت ويحسوا انهم بيعملوا حاجة ملهاش لازمة ويتراجع عن اللي بيعملوه وفي الوقت ده بيحكي لنا ماثيو عن اليوم اللي ما كانش قادر يصحى فيه من النوم والمشرفين فضلوا ينادوا عليه علشان يجبروه انه يقوم لكن ماثيو قال لهم انه مشا يقوم وساعتها ربطوا من رجله وفضلوا يجروه في الارض ويتصاب في ظهره ورجله باصابات قوية جدا سببت ليه ألم كبير بعد كده بنشوف ماكس جاكسون مأمور قسم سابق وهو بيقول ان الاخبار اللي حصلت لماثيو وصلته وساعتها قرر انه هيروح يزور المعسكر بنفسه علشان يعرف ايه اللي بيحصل هناك ولما وصل وشاف كل حاجة حس انه شايف قدامه سجن لكن بطريقة مختلفة وده خليه هدد المسئولين عن المعسكر وقال لهم ان فيه خيط رفيع ما بين التهزيب والتعذيب وعرفهم انهم لو تعرضوا لأي مراهق مرة تانية بأزا جسدي هيكون جزاؤهم السجن وهيحسبهم بالقانون وبتقول كاري انها عرفت اللي حصل لابنها ولما عرفت انه في المستشفى حست انها متطمنة شوية وده بسبب ان ابنها دلوقتي تحت الرعاية الطبية وقاكين مفيش حاجة هتحصل لها لكنها اول ما راحت وشافت اللي حصل لابنها قررت انها تسحبه من البرنامج ويرجعه مع بعض البيت وانه مش هيكمل في المعسكر ده تاني بعدها بنرجع لنادين وهي بتقول ان مامتها وباباها دفعوا 16 الف دولار لستيف في الوقت ده وطبعا ده كان رقم ضخم سنة 89 وتقارير بتقول ان استيف في خلال 3 سنين جمع اكتر من 10 مليون دولار من اهالي المراهقين بس وطبعا ده كان رقم مهول في الزمن ده وده بي بتقول ان حياتهم اتغيرت وانه قدر يشتري عربية فخمة وبيب جديد وهي كانت مبسوطة وقدرت تشتري كل اللي نفسها فيه بعد كده بنوصل لتاريخ 27 يونيو سنة 1990 لما بتظهر اخبار في كل مكان عن بنت من البنات اللي كانوا في معسكر تشلانجر ان حالتها خطيرة وانها تنقلت للمستشفى واول ما وصلت الدكاترة قالوا انها ماتت ودي بي بتقول ان دي كانت اول حاجة دمرت استيف وهددت كل اللي كان بيعمله والاخبار في الوقت ده انتشرت في كل مكان عن المراهقة كريستيني تشايس واللي قاضلت 3 ايام على منطقة جبلية ومشيت مسافة 8 كيلو من غير ما تكون شربة مياه كويس او واكلة كويس وده سبب لها ضربة شمس ومشاكل في الاجهزة الحيوية بتاعتها وماتت على طول وبنشوف شارون مامة كريستين وديفيد اخوها وهم بيتفرجوا على الصور بتاعتها ومتأثرين وبيقولوا انها كانت شائية ومشاغبة لكنهم ما كانوش عارفين ان دي هتكون النهاية والشرطة بتتحرك على طول وبتقبض على ستيف بصفته هو اللي مسؤول عن المعسكر وعن كل اللي موجودين فيه لكن ستيف بيتكلم مع الصحافة وبيقول لهم ان فيه ناس متضايقين منه بسبب انه عمل مبالغ كتير في فترة صغيرة وده خليهم عايزين ينتقموا منه بأي طريقة علشان كده هما ليدبروا الحادثة اللي حصلت للبنت دي وطبعا محدش بيكون مصدق الكلام اللي بيقوله ستيف وشايفين انه مؤثر او ان انظام التدريبات عنده شديد اكتر من اللازم وفي وقته قصير بنشوف ان القضية تحولت لقضية رأي عام والتهم بتزيد على ستيف كل يوم ما بين الاهمال وما بين التعذيب وما بين استغلال الاهالي وكمان بيقول كريس سميث ان واحد من مصادر الدخل اللي كان بيعتمد عليها ستيف كانت انه بياخد فلوس من شركات التأمين اللي الاهالي مؤمنين فيها على ولادهم مقابل انه يعالج المراهقين دول وبسبب القضية بتاعت موت كريستين فشركات التأمين استغلت الموقف وهم كمان رفعوا قضية على ستيف بتهمة التربح غير المشروع والتقارير كانت بتقول ان كريستين اجبرت انها تمشي مسافات طويلة في درجة حرارة عالية وده اللي خليها تصابت بضربة شمس وماتت لكن ستيف في كل اللقاءات قال انه ما كانش يعرف كريستين ولا يعرف اي حاجة عنها وانه كان في مكتبه وقت ما هي ماتت وكمان بيستغل ان في مراهقين كتير دخلوا البرنامج وخرجوا منه وبقوا صالحين وبطلوا الادمان او اي سلوكيات مش كويسة كانوا بيعملوها وده بيحسن من موقفه في المحكمة وبيخلي القضية يتحكم فيها انها كانت حدثة وان ستيف مش مزنف في اي حاجة وبياخد براءة وبتحكي ديبي ان بعد اللي حصل ده طلبت من ستيف ان يوقف اللي بيعملوه خصوصا ان هم عندهم اربع اطفال ومش هيستحملو لو حصلوا اي حاجة ودخل السجن لكن ستيف كان مصمم انه يكمل وقال انه هيحاول في مكان تاني وبتقول ديبي ان تصميم ستيف ده بسبب الطفولة الصعبة اللي عاشها لما كان صغير وبابا ومامته تخلوا عنه وتربى عند عيلة تانية تبنته وكمان عرف ان مامته كانت مدمنة هيروين وماتت وهو صغير علشان كده لما كبر قرر انه يدخل القوات الجوية علشان يحس انه له دور في المجتمع وانه شخص مهم وفعلا ثقته في نفسه عالية وبقى شايف انه لازم يساعد الاطفال الصغيرين انهم يكونوا صالحين ومحدش فيهم يضيع بسبب السلوكيات اللي ممكن يعملوها في سن المراهقة وبعد فترة من توقف ستيف عن برنامج تشالينجر قرر انه يبدأ مشروع جديد بنفس الطريقة لكن المرة دي مش هيكون في الصحراء والجبال ده هيكون في جزيرة فرجن واماكن مختلفة من بحر الكريبي والتدريبات كلها هتكون على جزيرة وعمل برنامج جديد وسماه برنامج الرعاية الصحية الامريكية وبيقول للصحف كريست ان ستيف قرر انه يزود الاتعاب بتاعته بسبب انه بقى يصرف اكتر لما نقل البرنامج للبحر وبقى يقجر مراكب ومعدات واجهزة علشان تخلي الجزر اللي بيتدربوا عليها جهزة لكنه كان بيختار جزر مهجورة وما فيش فيها سكان كتير علشان يعرف يعمل كل اللي هو عايزه هناك من غير ما يكون عليه رقابة بعدها بنشوف واحد اسمه آدم كان من الناس اللي انضمت لبرنامج الرعاية الامريكية بعد ما شاف الاعلان بتاعه هو وباباه على التلفزيون وبيقول آدم ان البرنامج ده كان سبب انه غير حياته بعد ما مامته ماتت وهو ما كانش عارف يعمل ايه ويعيش ازاي وبدأ ياخد اتجاه تاني في الحياة بعدها بنرجع لنادين مرة تانية وهي بتقول ان اهم حاجة في البرنامج ده واهم حاجة في الحياة ان اهلك نفسهم يكونوا معاك وعايزينك لكن اللي حصل معاها ان باباها ومامتها ما كانوش جنبها وهي كانت صغيرة في السن ومش عارفة تتصرف لوحدها ولما البرنامج خلص وجم اهلها علشان ياخدوها كانوا متضايقين ان ريحتها مش كويسة بسبب ان ما فيش مية في المكان ولا حمامات وهي كانت مستنية منهم انهم يبقوا واقفين معاها ومحسسينها انها وحشتهم لكن اللي حصل كان مضايقها ومخليها مش عايزة تروح معاهم بعدها بيقول الصحف كريس ان ستيف المرادي ما كانش عارف يطلع تصريح للبرنامج بتاعه وكان شغل بطريقة غير شرعية وكل شوية يتنقل من جزيرة للتانية علشان ما يكونش قاعد في مكان سابط طول الوقت ويبقى سهل للشرطة انها تقبض عليه وكان عنده مبدأ انه بيقس على الاطفال علشان مصلحتهم وكان بيطبقوا في كل المعسكرات اللي كان بيعملها بعدها بنروح لكيسي بنت ستيف وديبي وهي بتقول انها في الوقت ده كانت كبيرة وشايفة اللي بيحصل وحس ان باباها مجرم ومكسوفة قدام الناس وكانت كل اللي بتحلم بيه في الوقت ده ان باباها يبقى شخص عادي ويعيشوا حياة طبيعية من غير مشاكل وبتحكي لنا ان اخوها ديفيد استغل ان بابا مش موجود في البيت طول الوقت وبدأ يتعرف على شلة ويصهر معاهم كل يوم ويخرجوا ويشربوا وده خلى حياته كانتها تتدمر وبتكمل ديبي وبتقول ان ستيف كان بيحارب المراهقين الفسدين برة وما كانش يعرف ان بيته فيه واحد من اللي هو بيدربهم كل يوم وبتقول انهم اضطروا يعملوا في ديفيد اللي بيعملوه في الاطفال اللي برة وبعتوا اتنين من رجالة ستيف علشان يخطفوا ديفيد ويودوه واحد من المعسكرات بتاعة ستيف لكن الفترة دي كانت صمعت ستيف وحشة عند كل الناس بسبب اللي حصل مع كريستين علشان كده بقى يتعامل مع الاباء باسم ستيف مايكلز بعدها بيتكلم شخص اسمه كارتو بيقول انه لما دخل البرنامج كانت تكلفته زادت عن الاول وبقت من 25 ل 30 الف دولار على حسب الطفل ومامت اضطرت انها تبيع البيت اللي هم قاعدين فيه وتروح لبيت تاني ايجار في مكان اقل علشان تلقذ ابنها من الضياع وتحميه وبيقول انه تفاجئ هناك لما وصل وقابل صديقة قديمة لي اسمها امبر بعدها بتتكلم امبر وبتقول ان هي كمان كانت مصدومة لما قابلت كيرت هناك لكنها بتحكي ان هي كانت البنت الوحيدة اللي حصل معاها موقف عمرها ما هتنسى طول حياتها وبنروح للصحف كريس وهو بيقول ان في الوقت ده المكان ما كانش مهيئ بنسبة 100% للاطفال وكان فيه حشرات في كل مكان في الجزيرة واطفال كتير كانوا بيعانوا من طفح جلدي بسبب لدغات الحشرات والطقس لحد ما في يوم جاله شريت متسرب لامبر وهي بتقول فيه انها تعرضت للضرب واللي اعتداء الجسدي وانهم اتحرشوا بيها وشريت الفيديو ده بيكون مجهول المصدر وكريس ما يعرفش مين اللي صربوا ليه لكنه عارف ان فيه تجاوزات بتحصل في المكان ده والبنات اللي فيه خطر وانبر في الوقت الحالي بتحكي وبتطلب من جزها انه يطلع برة علشان ما يسمعش اللي هتقوله وبتقول انهم كان عندهم اسالين مختلفة من العقاب للمراهقين منهم اللي كان بيطربت ومنهم اللي بيتضرب لكن هي يختاروا انها تروح على جزيرة معزولة وتفضل هناك لحد مسلكها يتحسن والجزيرة اللي رحت عليها دي كانت فيها قبيلة وهي كانت هتعب معاهم لكن قائد القبيلة دي اعتد عليها وهي ما كانتش عارفة تقاوم بسبب انها كانت لوحدها وكانت صغيرة في السن وخيف انه يعمل فيها حاجة لانها في منطقة نفوزه ولما رجعت المعسكر تاني وقالت لقائد المعسكر على حصل قال لها انها بتبالغ وما كانش مصدقها وقرر انه يبعتها على الجزيرة مرة تانية كعقاب ليها على الكدب وبرضو حصل معاها زي ما حصل المرة اللي فاتت لكن المرة دي لما رجعت قررت انها مش هتحكي اي حاجة من اللي حصلت معاها وبعد فترة بنعرف ان الشريط اللي اتصرب لكريست ده وصل للنيابة والشرطة بقت تطارد ستيف في كل مكان وبيبعتوا دوريات شرطة على البيت عنده باستمرار علشان يعرفوا مكانه وكاد بتقول انهم عاشوا اسوأ فترة في حياتهم في الايام دي وكانوا حسين ان باباهم يبقى رجل عصابات والشرطة بتدور عليه في كل مكان بعد كده بنسمع رأي الشهود في ستيف نفسه وكل واحد فيهم بيشوفوا بطريقة خاصة منهم اللي بيعتبروا منقذ ومثل اعلى ليه ومنهم اللي بيعتبروا شخص عنيف وكان بيستغل سلطته على الاطفال ومريض نفسي لكن كلهم بيتفقوا انه كان عنده رسالة وبيحاول ينفذها لكن ممكن اسلوبه هو اللي كان عليه الخلاف ده بعدها بنروح لوحدة بتحكي ان هي تعرضت للتحرص لكن المرة دي كانت على ايدي ستيف نفسه وبتقول انها حاولت تدور على جوجل على مؤسسة تشالينجر وعرفت ان ستيف مات سنة 2019 لكنها افتكرت اليوم اللي ستيف حاول يلمس جسمها وهي كانت خايفة لكن ستيف فضل يقول لها تعتبره زي باباها وهي فضلت تعايت وتقول ان باباها عمره ما هيلمسها بالطريقة دي ولما خلصت ورجعت لما ميتها وحكيت لها اللي حصل اتفجأت ان ممتها مش مصدقاها وانها بتقول عليها ألفة الحوار ده علشان هي اللي أجبرتها تروح هناك وفي آخر الفيلم بنشوف فيديوهات لناس كتير بتقول انهم حضروا البرنامج العلاجي ده وكان سبب انهم يفضلوا عايشين وبنعرف ان البرنامج ده هيتعمل السنة دي في أمريكا وهيشارك فيه آلاف الأطفال والحد النهارده عائلة ستيف ما ردوش على اتهامات التحرش والاعتداء اللي تم اتهام ستيف بيها وبكده بيكون خلص فيلم النهارده ترجمة نانسي قنقر